موسيقى من قبل بعض المواطنين عن الإجراءات الجديدة التي تبكي أن الناس فوجأت بإقرارها أو عدم الإعلان عنها في بعض المناطق وإن كانت البداية بمنطقة حديق الأهرام أو هضبة الأهرام خلينا نتكلم في تفاصيل القصة كاملة مكملة. إحنا في بعض المناطق في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتقوم على استهلاك التيار الكهربائي أو الاعتماد على التغذية الكهربائية الممثلة في توصيل التيار الكهربائي بشكل غير شرعي أو غير مشروع للعقارات السكانية نظرا لعدم وجود شرعية لكي تقوم الكهرباء كي تقوم شركة الكهرباء بإجراءاتها اللازمة لتركيب أو توصيل الكهرباء بطريقة شرعية ومن ثم تركيب العددات الكودية أو العددات أسف سواء كانت كودية أو كانت عددات قانونية شرعية للوحدات السكانية القصة بدأت أن منطقة هضبة الأهرام بشكل خاص تمثل تأتي من أكبر المناطق فقدة للطاقة الكهربائية فقد الطاقة الكهربائية يقصد بأنه تدني أسعار الممارسات الشهرية التي يقوم بتحريرها شركة الكهرباء أو شركة الكهرباء أو مباحث الكهرباء أو الجزئية الثانية تدني تركيب العددات الكودية التي هي كعداد ليس بيدي شرعية للمكان ولكن ده مظلة شرعية لسرعة الطيار الكهربائي ولكن يتم التقنينها من خلال الاستلاك الشهري حضرها كيستهلكت بجنية باتنين يمكن الحاجة دي بتبقى في صف المواطن اللي هو شائته أو وحدته السكانية بدون عددات يعني شركة الشركة القابضة للكهرباء مصر كانت أرسالة خطاب لجموع الشركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة يعني أسباب الفائد الكهربائي الناتج عن ناتج عن الاستغلال السيء أو الناتج عن تعدي بعض المواطنين على الشبكة الكهربائية من خلال توصيلات شرعية اللي احنا بنقول عليها سرقة التيار الكهربائي ولكن شركة جنوب تبقى كانت البداية في منطقة هضبت الأهرام تم الأسبوع المقبل اتخاذ بعض الإجراءات يعني السريعة بتواجد المحاسب هاني الجندي رئيس قضاعات الشؤون التجارية ورئيس قضاع شبكات الهرم ورئيس القضاع التجاري بالهرم تم يعني وضع آلية وستراتيجية جديدة يهدف تبقى عبر عدة أهداف الهدف الأول الإسراع في تركيب العددات الكودية لكافة المباني العشوائية والمخالفة على نفقة الشركة الكلام ده طبعا هاستعرضه مع حضراتكم القصة التانية أنه أي مواطن في نطاق الشركة مش نطاق خضبت الهرم ده هيتم تعميمه أنه الممارسة الشهرية اللي بيتم يعني تحريرها لكل المواطنين هتبقى مش مجرد أن المواطن يروح ياخد الممارسة ممكن يكون فيها نوع من أنواع المجاملات اللي بيستهلك سيء بألف جنيه بيتعمل له مئة جنيه أو مئتين أو تلتبئة الكلام ده خلاص أصبح غير معمول به ولكن فور أنه أي مواطن أو أي ساكن هيتوجه لشركة الكهرباء حتى لو محرر ممارسات الشهر اللي فات كمثال هيتم أنه فيه ماء يفني هيخرج معاه هيروح يعين الشقة ويشوف الاستهلاكات على أرض الواقع هشوف الأجهزة الكهربائية اللي موجود ومن خلال الكلام ده هيتم حساب متوسط أو التكلفة الشهرية للممارسة بشكل دوري طبعا الكلام ده ممكن يكون في بعض الناس مش مدياله اهتمام ولكن ده هيبقى عبء جبير جدا جدا عليهم فمن هذا المنطلق ومن خلال نافذتنا مصراوي احنا بنحس الناس على الإسراع في التقدم بطلبات لتحويل الممارسات إلى عددات كودية كان يتسنى لهم أنهم هم يعني يدفعوا أو يسددوا الاستهلاك الطبيعي من الكيلو وات شهرية الحتة التالية الجديد أن الشركة هي اللي هتتكفل بسداد أو أسعار العددات أو مهمات الكهرباء اللازمة لتوصيل التيار أو لتركيبها للوحدات السكرية وبعد ذلك أول ما المواطن يستكمل إجراءاته أو يأدم هيتقوم الشركة بتقصيد المبلغ على فترات تتراوح يعني بحسب منشور الشركة القابضة الكهرباء مصر لمدة تتراوح على 24 شهر طبعا تمكن في ناس هتقول المؤيسات هو المؤيسات منهاش سعر محدد وإنما كل شقة بيبقى لها سعر بحسب المساحة يعني كل متر بيبقى ليه واحدة حسابية ممكن الحد الأدنى في المناطق بيكون من للعداد الكودي بالمؤيسة بيكون بيبدأ من 11 ألف أو 10 ألف حتى 17 ألف أو 18 ألف وممكن تزيد على كده لأن القصة مرتبطة بسعر يعني بالكم والكيف الكام اللي هو المساحة والكيف اللي هو السعر اللي هو بيتم تحديد تبكي الحتة اللي أنا عايز أضيفها تانية والجزئية الهامة أنه يعني الناس هتقول ليه بدأنا بمنطقة زي هذا بطل هارم منطقة بطل هارم أن هذا منطقة استراتيجية جدا 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 والدولة المصرية ممثلة في محافظة الجيزة بالتنسيق مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتبزي المجهودات لأن الأرض للأسف ما كانش مترقصة أو ما كانش اتخذ الإجراءات يعني القانونية كي يتم يعني توصيل التيار الكهرباء أو تركيب العددات بشكل شرعي وقانوني كافة العقارات اللي بوينت أو باستثناء البعض منها اللي هو الأسف في نسب المخلفات عالية ولكن يعني أصبحنا أنه زي ما بيقول المثل بين شقية الرحة بدأت شركة جنوب القاهرة للتوزيع الكهرباء اتخاذ خطوات جدية جدا جدا لتقنين أوضاع ساكني وقاطني منطقة حدايق الأهرام المفترض في بعض المناطق هتيجي خلال الفترة اللي جاية منطقة زي منطقة الحرانية منطقة زي منطقة شابرامنت أبو رواش وكنا طبعا شق التعبان وفي مناطق في حلوان وفي مناطق كتيرة جدا 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 يعني في طريق مصر الأسكندرية إن شاء الله بإذن الله هنكون مستمرين معكم في تغضية ما يحدث أول بأول بقضاء الكهرباء أخيرا قبل ما أعيز أختم إن شاء الله بإذن الله في تبك يعني انفراد لنا كموقع مصراوي إن شاء الله تم صرف الدفعة الثانية أمس الأول من الأرباح للعاملين إن شاء الله بإذن الله بداية الشهر أو في أو العشر أيام من شهر إن شاء الله بإذن الله ديسمبر سيتم صرف الدفعة الثالثة بإذن المولى إن شاء الله من الأرباح على أن يتم صرف الدفعة الرابعة إن شاء الله قبل نهاية العام بإذن الله وفقا لمعلومات خاصة وحصرية شكرا لحضراتكم وإلى إن شاء الله نلتقي في بس جديد